بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المدى يا سادة ربنا سبحانه وتعالى من أعظم مننا وعلى هذه الأمة أن نرزق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معاني وأنوار وأسرار من أهمها أنه فتح لنا باب للكنوس كبير جدا جدا لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم للنفحات ألا فتعرضوا لها فعرفنا فتح لنا باب كنوز حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والكنوز على فكرة ما بتكونش بس في الأيام المشاهير في أيام كده أيام مشهورة لكن كمان بتكون كل الأيام كل الأيام فيها نفحات بس في أيام مميزة نفحاتها مزي نفحات أي أيام تانية فحضة النبي علمنا أن كل يوم في نفح بس في أيام تبقى أيام نفحاتها مختلفة وخاصة لو كانت الأيام دي أيام فارقة وحضة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعلم على يوم معين ويقول لنا أن ده يوم فارق يوم فارق في حياة مين؟ يوم فارق في حياة البشر كله فحضة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لنا وينبهننا على شوية أيام مين الأيام دي؟ يوم عشراء يوم عشراء وعشان كده حضة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة أن يوم عشراء ده يوم مهم فحضة النبي قال هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فهذا الحديث يبين أن هذا الحديث له مكانة خاصة عند حضة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي أنا ذكرته ده كلام سيدنا معاوية كان بلخص فيه حكاية طويلة مع حضة النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عشراء سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قام خطيباً بالمدينة في قدمة قدمها يوم عشراء فخطبهم فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لهذا اليوم هذا يوم عشراء ولم يكتب عليكم صيامه هوانا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يبقى إيه اللي حصل سيدنا معاوية بن أبي سفيان فكرهم ذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيذكرهم بإيه بيوم فارق من أيام الأمة وأيام الأمة الفارقة مش أيام اللي عاشتها الأمة بس تعالوا نفهم شوية قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بقى أمة الإسلام هي أمة العالمين من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة فأي حدث فارق هي الأمة لابد أن تهتم به لابد أن تجعله قيمة في حياتها قيمة إضافية في حياتها يعني إحنا على مداد البشرية كل يوم فارق حدث مع أي نبي هو يوم فارق في حضارة وفي حياة الأمة الإسلامية حدث النبي بيعلمنا ده بيعلمنا الأساس ده والشريعة كلها شوفوا كده من الأيام الفارقة اليوم اللي ذهب فيه سيدنا إبراهيم للقاء ربي واليوم اللي ذهب فيه سيدنا موسى وحصل المناجعة على الطور كل ده بيخلي الأشياء دي والأحداث دي فارق فالسعي من بين الصف والمروة بقى حاجة فارقة فصار هناك تشريع خاص بده عشان نعرف أن كل الأحداث الفارقة في الأمم كلها هي أحداث فارقة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ده يحصل في كل وقت زي ما احنا بنبقى سعداء كمان بميلاد سيدنا المسيح كمان عن نبقى سعداء جدا 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 بنجاة سيدنا موسى وعشان كده دي لحظة فارقة نجاة النبي من أنبياء الله نجاة رسول من قول العزم من الرسل فلذلك دي لحظة فارقة لحظة فارقة بتعلم الناس قيم كتيرة ولذلك وليه الأمر لما يلاقي القيم بتتراجع وخاصة مع نسيان الناس أو فطور الناس عن الاهتمام بالأوقات الفارقة لازم ينتبه وسيدنا معاوية لما راح المدينة وكأنه حس أن الاهتمام بيوم عشراء ابتدى يحصل فيه خلل الناس بتتشدد فيه أوي وناس بتتهاون فيه فكان لازم يقف لأن يوم عشراء يوم عشراء من أهميته أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل المدينة بيصموه من اليهود قال نحن أولى بموسى منهم فصام يوم عشراء وقال لو بقيت إلى العام القابل لأصمان التاسع والعاشر لأنه يوم فارق فلازم نهتم به لأنه بيعلمنا حاجات كتير بيعلمنا قيم كتير أيام الفارقة بتعلمنا أيام كتير فيوم عشراء علمنا فلذلك ده مهم جدا جدا ولذلك من الحاجات اللي احنا بنقعد نفكر فيها هو إيه الحكاية ليه التدين الكمي وليه أهل التطرف وأهل التشدد ليه بيحاولوا بقدر الإمكان الأيام اللي زي دي في الاحتفال بيها يحصروها فقط في قضية العبادة والشعيرة فقط ليه ما بيخلوناش نعيش الحالة كلها حالة الفرح وحالة السعادة مع العبادة لأنه واضح أن ده بيسبب لهم مشكلة إيه اللي بيسبب لهم مشكلة أن ده بيخليهم يخرجوا يخرجوا من الصورة اللي هم رسمينها للدين اللي هو الدين فقط شعيرة مش حياة تخيل؟ وكأن سيدنا معاوية شاف ده شاف أنهما بيتعاملوا مع يوم عشراء مش بيتعاملوا معها لأنه هو نموذج للحياة فشافهم بيتعاملوا معاه بعدم اتزان ونسيين خصوصيته ده ولازم نتعامل مع الأيام بالتزان فقال لهم أن ده يوم فيه صيام وشوف بقى بيكلموا عن اتزان ازاي؟ هذا يومه صيام ليس فرضا واللي عايز يصومه يصومه واللي مش عايز يصومه ما يصومهوش فردهم إلى الاتزان الذي علمهم إياه صلى الله عليه وسلم إحنا وإحنا دخلين على يوم عشراء فيه شوية حاجات لازم نعرفها ولازم نتكلم فيها مع حضراتكم ولازم نتكلم عن فائدة من أعظم الفائدة اللي احنا شايفينها في حديث الكلام عن يوم عشراء إن السبب الرئيسي وراء تشريع صيام يوم عشراء هو إن الله سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وكذلك نجى قوم بني إسرائيل من باتش فرعون وملأ فاتفق الإمامان البخاري ومسلم على تخريج حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم الذي قال فيه قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فراء اليهود تصوم يوم عشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم النجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى في رواية الإمام مسلم شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه حضرت النبي لما قال نحن أولى بموسى منكم ما كانش بتكلم على إن هو بيقولهم إن انتوا اتباعكم لموسى فاسد أو مش فاسد لكن بيقولهم ده احنا كمان لو كنتوا بتصموه عشان نجات سيدنا موسى نحن أولى بالفرح بسيدنا موسى يعني احنا كمان عنصوم هذا اليوم كما صامه سيدنا موسى لإن دوت نقطة فارقة في حياة الناس السيام هنا لازم نعرف أن السيام هنا السيام بنكية الفرح يعني السيام يوم عشراء السيام بنكية الفرح وكأن حضرت النبي بيعلمنا قيمة مهمة جدا الفرح بالفرج واجب يعني لازم نفرح بفرج الله وإن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من أي مصيبة فواجبنا أن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى وكأن ربنا عايز يريد أنه يفهمنا أن الشكر مش على العطاء بس كمان الشكر كمان على الكفاية والنجاة من الهموم وده شيء مهم جدا فتعالوا نبص الحاجة مهمة جدا أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم الحديث هنا بيعلمنا حاجة مهمة ما كانش حضرت النبي بيكلم بس على مسألة السيام بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيتكلم على النجاة وده يبقى مؤثر جدا جدا في القيمة عن التعليم من الحديث ولذلك لما سيدنا معاوية شاف الناس في هذا اليوم في يوم عشراء وكأنهم وكأنهم بيعرفهم أن ده مش يوم عادي ده يوم له خصوصية والخصوصية دي مش بس موجودة مع بداية الإسلام ده كمان كانت في أيام الجالية السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان يوم عشراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بالصيام فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه حديث متفق عليه يبقى كده واضح لنا إن سيوم يوم عشراء ده بدأ فريضة ثم صار سنة وكاني ليه طيب عشان لازم الحديث ده يعلمنا حاجة مهمة قوي إيه هي حب الحياة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلي الناس تفرح بنجاة سيدنا موسى بس بس الحديث مش فيه إن سيدنا موسى نجا بس ده بنجاة سيدنا موسى ونجاة بني إسرائيل فالحديث بيعلمنا إن الحياة نعمة وده اللي يخلينا نربط بقى بالمكانة العظيمة والفضل اللي جايه مع الحديث ده لأن سيوم يوم عشراء لقى فضل عظيم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول سيوم يوم عشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها واحدة واحدة بقى ليه وكأن المسألة لازم نعرف إن حضرت النبي بيعلمنا حب الحياة وكأن سيوم يوم عشراء يأتي فيكفر السنة الماضية فيإيه اللي حاصل فأنا بحب أقف عند قولي صلى الله عليه وسلم إن هو أحتسب كلام حضرت النبي أحتسب على الله أن يغفر السنة التي قبلها لأن النبي علمنا حاجة مهمة جدا إن نحن نربط حاجة مهمة قول إذا كنا بنتعامل في حاجة اسمها فقه إيه فقه تجديد تجديد الحياة فقه تجديد الحياة إن إحنا لازم نعرف إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا إن هو بيغفر لنا السنة الماضية فعايز يقول لنا إن الله يجدد بيوم عشراء حياتنا وعشان كده الناس اللي بيتوسوس الناس بكترة ذنوبها بييجي حديث يوم يوم عشراء عشان يغير لهم تفكيرهم إن أنتم متعظموا الزنوب في عيون الناس لدرجة إن الناس تقنط من رحمة الله ما تفضلوش تتغطوا على الناس بأن الله متربس بهم متربس بهم حتى يقنطوا ويحسوا بإنهم تلوسوا وخلاص ما لهمش رجع على الله لكن يأتي يوم عشراء عشان يرغم أنوف المقنتين للناس من رحمة الله ويقول لهم إن بالصيام يوم هيغفر للأمة أحتسبوا على الله أن يغفر سنة الماضية وإيه بقى العلاقة السر بقى ما بين السنة الماضية ونجات سيدنا موسى عارفين إيه السر إن الحياة نعمة إزاي الحياة نعمة إن إذا كانت السنة الماضية خلاص محيت فأنت تجدد لك الحياة تأتي كالسوب الناصع تستقبل هذه الحياة وكأن الله جدد لك قلبك وجدد عهدك به كما أن الله جدد الحياة على سيدنا موسى وبني إسرائيل ويمكن دا يكشف لنا عن السر ثواب سيام يوم عشراء عند الله سبحانه وتعالى سيام ذلك اليوم احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيامه أن يغفر به السنة التي قبلها عشان تزوق حلوة إيه تجلي أنوار جمال الله سبحانه وتعالى عليك بأن ينجيك من بحر ذنوبك ذنوب سنتك الماضية فإن لحاصل فأنت لو سألت عن سر صيامك اليوم عشراء فكأن مناد أو أنه يجاب عليك من قبل المناد فيقول لك هذا يوم ينجي الله فيه من غرق من غرق في ذنوب كما نجى الله فيه كليمه وبني إسرائيل فصوام أمتي كأنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل في النجاة من الهلكة والحصول على نعمة الحياة مع الله يا سلام يبقى دي حاجة مهمة جدا يبقى الحاجة المهمة إن إحنا نعرف إن الحديث بيعلمنا قيمه مهمة ويقيمة حب الحياة لكن أصحاب التدين الكمي لما تسألهم عن ده ما يفهموش ده يفهموا بس إن إيه إن الصيام ده شعيرة لكن لما يجي المصريين مثلا ويعملوا عشورة يعملوا طعام فلما تيجي تسألهم إيه اللي حاصل ده قالوا له إن إحنا فهمين إن الحديث بيقول لنا فرحوا فرحوا بإيه بنعمة الحياة فيعملوا إيه فيجيبوا أكتر صنبلة كانت بتدل عندهم على الحياة بتدخل في العيش بتاعهم وكانهم بيجيبوا صنبلة تتعلق بالعيش ويعملوها أكل حلو وكانهم بيقولوا إيه الحياة القادمة ما هو الصنبلة دي اللي هي صنبلة الأمحي ده بتدل عندهم على الحياة ثم يضعوا لها السكر وكانهم بيقولوا وهم بيصنعوا عشورة إيه اللي حاصل نحن فهمنا من رسول الله أن بعد عشوراء تحلو الحياة بنعمة الله وعشان كده عندنا حديث تاني الحديث وشوف الروابط تاعة الحديث بتقول إيه أن من وسع على أهله يوم عشوراء وسع الله عنه سائر سنته إيه ده إيه سائر إيه حكيت سنة ماضية وسنة لاحقة ليه؟ لأنه في الحقيقة هو بيقولك سنة لأن دي وحدة الحياة فكأنه هذه السنة القادمة إيه اللي حاصل؟ هتكون سنة مليئة بشهد حلاوة نعمة الحياة هو ده اللي احنا في مناه وكمان أنا عايز أقف مع قولي صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر أنا أقول لكم حاجة شفتها من أهل التدايون الكمي وكانها زي اللي شافها سيدنا معاوية وحاول ينبه الناس أين علماؤكم؟ ليه بقى لأن الناس مع كون المواسم دي فارقة تجد الناس أصحاب التدايون الكمي لو الناس ما صمتش يوم عشراء يبتدوا يدي لهم نقاط أقل في تدايونهم فيحسبوا الناس فيحسبوا الناس على أنهم بقوش متدينين أصلي ما صموش يوم عشراء ويبتدوا أصوم في التدايون لكن شوف من أراد أن يصوموا فليصوم وده ممكن نرد بيه على كتير من المتشددين اللي واخدين أمور الدين بشدة وهو ما فيش غير كده بس عادة النبي يشوف قال له هم إيه بيتعامل مع القضية على أنها قضية سنة اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم خلاص الأمور أبسط من كتير من أن احنا نستخدم ده في تقييم الناس وفي تدايون الناس كل واحد حسب حال وحسب ظروف وحادة النبي بيعلمنا ده مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول أنه صايم ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقبر أحد فيه واحد بقى يقول لك لو أني ما صمتش يوم عشراء أنت كده مش من أهل السنة لا يا سيدي واحدة واحدة بس صوم يوم عشراء حضرت النبي اللي علمنا النوى الصيام عشان القيم اللي عندنا ولو ما حدش تصام على فكرة يوم عشراء يستطيع أنه يعيش برضو الفرحة يستطيع أنه يعيش الفرحة لأن الفرحة عبادة والصيام عبادة فما تقولوش للناس ولا توهموا الناس أن الناس مش من حقهم يفرحوا بوقتين يوم عشراء لأنهم ما صموش بلاش الطريقة دي الطريقة دي ما يحبهاش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حضرت النبي قال هذا يوم عشراء للكل وبعدين قال ممكن الناس بعضكم يصوم اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم ما يصومش فبلاش الطريقة دي اللي بتحسس الناس وهي فتنة حصلت مع التدين الكامل اللي هي فتنة ايه؟ توجيب السنة تحويل السنة إلى واجب فظل الواحد مخز كده إنه هو ما فعلش السنة طبعا لازم نبجل السنة ونحترم السنة ونفعل السنة ما استطعنا إلى ذلك بس السنة تفضل السنة ما تحولوش السنة إلى واجب فتعالوا نمشي كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا خليه من أهم الإجراءات اللي ممكن نعملها في يوم عشراء واسعوا على أولادكم من أهم الإجراءات في يوم عشراء اجتمعوا معا وافرحوا بالحياة الجديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم إياك وفي يوم عشراء اعملوا ذكرى تخليكم تحسوا بنعمة الحياة ونعمة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أيام فريقة في حياتنا فخلوها أيام فريقة بإن أنتم تعملوا ذكرى حسنة تكون عندنا وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا إن شاء الله في خير حال يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسلوا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المبركة وتفضل باب مفتوح بيننا وبينكم عشان نفضل نحية في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونجمع أسئلتكم ونجاوب عليها في وقت زي الوقت اللي احنا مخصصين والأسئلتكم الوقت ده أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن سؤال أنا بنتي الطفال بيشتموها في الشارع ربنا يسمحوا وبيعندوها وأنا بقول لها مش تردي على حد بس أولي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هل كده حرام عليه حرام علي ولا أعمل إيه خلينا نخلي السؤال أعمل إيه مش حرام علي إيه اللي حاصل فيه فرق في جانب التربوي ما بين هو ده حلال ولا حرام وده مؤثر في نفس البنتي ولا لا تعالي نشوفه نعمل إيه يعني أنا لو بتسأليني أعمل إيه لو أن بنتي الناس بيشتموها مش ممكن أبداً يكونوا هم بيشتموها طول الوقت لأن هي مثلا أنا بس رفعت عندها الحساسية يعني مثلا على سبيل المثال لو هم بيتنمروا عليها بسبب لونها مثلا أو بيتنمروا عليها بسبب طولها أو قصرها أو بيتنمروا عليها بسبب وزنها أي سبب من أسباب التنمر أنا أظن أن أنت بتقول بيشتموها يعني بمعنى أنهم بالمعنى المعاصل أنهم تنمروا عليها فتعمل إيه أنا عايز أقول أن احنا لازم رب أولادنا في مواجهة التنمر أنهم يعملوا ثلاث إجراءات الإجراء الأولاني أنهم ما يركزوش مع ده بمعنى أنهم ما يحولوش ده إلى سبب من أسباب الشجار والعراق ويبقى كل يوم بيتخنقوا مع حد ولكن الشخص يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا مش طالب أن الناس تقف أمام التنمر بعراق وبعنف ولكن أنا طالب أنهم ما يقفوا بشخصية ثابتة إزاي يعني وما تلاقيش هقول لي حضرك حاجة تنفع أن بنتك ومهما كان سنها تعمله إن لو حد عمل ده إيه اللي حاصل توقف كده وتسأله أنت بتقول لي ده عشان تخليني أزعل ببساطة خالص نفترض أن لها أيها أنا عايزك تزعالي وعايز أدايقك وعايز كذا 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 السؤال التاني طب أنا لو زعلت أنت هتقول لي أنت عايز أولادنا يعملوا كده آه طب أنا لو زعلت أنت هتستفد إيه عارفة المدة اللي هي بتعملها ده كده دلوقتي هي مدة فيها بتحس بيه ثقة بالنفس طب أنا لو زعلت أنت هتستفد إيه هبقى مقصوط ان انا دايقتك كويس بس انا اقولك حاجة انا ما تدايقتش ما تدايقتش ليه نيني في الحقيقة اللي انت بتقوله ده لو كان يدايق فيدايقك انت لان انت شفت الحاجة الوحشة لكن انا شايف فيك حاجة كويسة ان انت بتقدر تعبر عن اللي انت عايزه انت ممكن تعبر بطريقة احسن طبعا انا وبقولكم ده انت دلوقتي وانتو سمعيني بتتكلموا عن ايه انا ما تكلمش هنحد ضرب حد لو حد ضرب حد عايب عندنا اجراء تاني لكن عندنا حد بيشتم حد فاحنا عايزين نحسس الشخص اللي بيشتم ده قد ايه الحياة ممكن تبقى احسن بعيد عن العنف اللفظة فانعلم اولادنا حسن التعبير وحسن المنطق لا احنا خلينا اولادنا يمشوا مكسورين الخاطر ولا خلينا اولادنا يتعاركوا بس خلينا اولادنا يسألوا الشخص ده اسئلة ببساطة خالص وفي النهاية علمنا اولادنا ان احنا ما نتأثرش باللي هم بيقولوه لا خلينا اولادنا مشوا وهم حزانة وهم موجوعين ولا في نفس الوقت خلينا اولادنا يخزئ حزانة وموجوعين ويخزنوا الوجع ده جواهم ويتحاسبنوا عليهم زي ما بيتحاسبن الانسان وهو جواه حاسس ان هو مهزوم لا مش عايزين كده حزبي الله نعمل وكيل هذا كلام صحيح ويفضل يقولو اه بس هو بيقولو يقولو بعد ما يقوم بالواجب اللي عليه الواجب اللي عليه انه يعرف ان هو مش مزموم مش مرفوض مش منقوص هو لازم يعمل كده ده واجب عليه واجب عليه ان هو يبين ان اللي يحصل ده مش مناسب ويقف ويواجه ده بنتك لو عملت كده انا اظن ان ما فيش حد هيعمل كده مرة واثنين وثلاثة هيحسوا انهم بيتعاملوا مع حد قوي حد قوي بالحجة حد يقوي بالمنطق فيحس انهم مختلف فتاني مرة هتلاقي حد بيقولو ما تعملش معها كده تاني لانه حس انه بيتعامل مع حد قوي فهو لازم يحترم الاطفال بيحسوا بكده هيجي طفل تاني يقولو لو سمحت ما تقولوش كده تاني هو قالك انهم بيحبش كده هي قالتلك انهم بتحبش كده هي قالتلك انها بتحبش كده فلما يعمل كده اولادنا يبقوا قوية ويستطيعوا انهم ما يوكدوا ذاتهم يوكدوا ذاتهم بالمنطق ويوكدوا ذاتهم كمان بفضل الله ولما تقوله أنا مش كده تقول كلام واضح تقوله إيه تقوله ببساطة أنا ربنا أنعم علي بأنه وأكرمني بخلقي ده ودي أحسن صورة لي يا ربنا خلقني عليها وأنا فرحانة بنعمة ربنا علي وتسكت ساعتها كل الكلام ده يقف يا سيدة دعم أولادكم وعلموهم يواجهوا كل محاولة للانقاس منهم أو لتشويهم بأنهم يمتنوا ويشكروا نعمة ربنا عليهم بأنه خلقهم بهذا الخلق الكريم علموا أولادكم الكرامة بأنهم يواجهوا أي نوع من أنواع الانقاس منهم وعيشوهم في نعمة وفي كرامة وفي عزة ما تخلهم الشيء لا يتواروا ولا يختفوا لأنهم في أحسن خلق وفي أحسن كرامة لأنهم عبيد الجميل سبحانه وتعالى يا سيدة عن كمل أسئلتنا معاكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسرو صفحتنا وصفحتكم كمان بلنامج ولا تعسرو اللي بتفضل نتواصل بيها ونخصص لها وقت اللي بنجاوب على أسئلتكم زي ما احنا بنجاوب عليها دلوقتي السؤال اللي وصلنا بيقول أنا عمري سنة 16 سنة وتقدم لي يا شاب ذو خلق هو عمره 30 سنة وكلمت من وراء أهلي لكن كلام كان بحدود وخيف أحكي الأهلي ممكن تساعدوني أعمل إيه على شان ربنا يرضى علي وأبعد عن المعصية أحكي الأهلي اللي حصل ولا أستنى كلمة اتقدم لي دي كلمة مطاطة يبدو أن هو يتقدم لها يعني كلمها أنه هو راغب في الجواز منها لأن معنى اتقدم لها وبعدين أحكي الأهلي أو محكيش يبقى هو ما تقدمشي لأهلها أول حاجة إحنا خلينا نحول الحكاية دي إلى استشارة الحالة اللي انت فيها دي حالة مشهورة اللي حالة التعلق الأول مش هسميه للحب الأول لكن التعلق الأول أن تتعلق بنت مراهقة بمن هو أكبر منها سن الفرق بينكم 14 سنة أنت عندك 16 وهو عنده 30 سنة طيب السن ده بيبقى عندنا تحدي أول حاجة أنت ما ينفعش أن أنت تجاوزي قبل ما تتم 18 سنة طيب هنفترض أن احنا دلوقتي هنمشي لغاية ما نوصل 18 سنة بس أنا عندي مشكلة أساسية إيه المشكلة الأساسية؟ معايير حضرتك في الاختيار محتاجة تتراجع شوية ليه؟ فرق السن ده بيعمل لنا تحديات كتير يعني إيه تحديات كتيرة؟ إحنا السن المناسب عندنا سبعة مناسب تسعة مناسب بعد كده بدأنا في تحديات بقى تحديات الفجوة الجيلية بقى فيه جيل كده وجيل كده طبعاً في بنات بتحب تتجاوزي الأكبر منها في أوقات كتيرة عشان تعود الاحتواء اللي كانت محتاجة من والدها وما حصلتش عليه فبتحب أني تتجاوزي اللي أكبر منها وبتميل إليه فاللي حصل ببساطة إن إحنا لازم نروعي ده هارجع لسؤالك وأرجع لشوية التفاصيل اللي أنت قلتين اللي أنت تكلمتي معاه وكده هنرجع لده بس أنا أهم حاجة أكلمك في ده أكلمك في أن الجواز بتاع حضرتك أو الاختيار بتاع حضرتك مطابق للمعايير ولا لا فأول حاجة الفرق السني أنا شايف إنه مش مطبق بشكل صعيح أنت طبعاً لأنه أكثر منك خبرة هتميدي أليه وهتحس إنه عنده حكم وهتحس إنه يحافظ عليك بس هو بطريقة طبيعية هو هيتحول إلى مربي ليك فبدل ما هو هيتحول إلى محتوي هيتحول إلى شخص بيحاول يسيطر لأنه هيتحاول بما إنه واخد واحدة أصغر منه 15 سنة فهو أكثر منها معرفة هيتعامل معها على إنه سازجة هيتعامل معها على إنه محتاجة محتاجة إنه يربيها وإذا هو تجوزك فهيتجوزك عشان يربيك يا علاق دي أنا أعسف يعني ومحدش يستدل بإنه كان فرق السن ما بين حضرت النبي والنساء ده استدلال خاطر ليه؟ لأن حضرت النبي كان المشرع لأن حضرت النبي سعى صلى الله عليه وسلم تجوز السيدة عشاء بس تتجوز كمان السيدة خديجة إيه اللي حاصل؟ علي إيه ما السلام؟ فإيه اللي حاصل؟ سيدة خديجة علي السلام إيه اللي حاصل؟ كانت أكبر من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب؟ طيب إيه معنى كده؟ فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي جات وكانت للتشريع للأمة كلها فحضرت فإحنا لازم نفهم ده فلما نيجي نفهم ده نفهمه بتأنم أنا ليه بقول كده؟ لأن اللي بنشوفه في جلسات الإرشاد الزواجي بيقول لنا إن التجارب دي بتبقى تجارب خطرة دي اختيار أنا دايما بسميه كده اختيار زواجي عالي المخاطر عالي المخاطر حتى ولو بدأ في الأول خالص عن التجوز الحكيم الرشيد العائل لا 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 هو عالي المخاطر أنا بقول لكم دلوقتي ده زواج عالي المخاطر أمر التاني إن اختيارك دلوقتي يختلف عن اختيارك بعد ما تتخرج من الجامعة فده بوعد تاني أنت مش واخد بالك بيه لأن نظرتك للحياة دلوقتي غير نظرتك للحياة بعد تخرج من الدراسة فده شيء مهم جدا لابد أن احنا نرعي أما بقى حاجة مهمة جدا 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 كونكم قعدتوا تتكلموا مع بعض بما يجعلك أنت حسة بجلدك لذاتك أو تقنيبك لضميرك فده بعد كده ممكن يتحول إلى نوع من أنواع اللوم عليه وإنه هو فين تديونك وإحنا بنتكلم مع بعض من وراء أهلي فالصحيح ببساطة خالص أني أنت تعيد تقييمك لهذه التجربة في ظل اللي أنا أقولت لك ده طيب ونعمل إيه لو أنت أصريتي على ده خليه يذهب إلى أهلك يبقى الحل لتصويب الكلام ده لو أصريتي على أنك أنت متمسكة بده مع التحذير ومع النصائح اللي أنا أقولت لك ده كلها خلاص خليه يروح لأهلك ويتقدم لأهلك هو ده الحل لكن بقائكم على كده أعمل إيه ما أعملش إيه هو لازم كان هو أصلا من الأول خلص يتقدم لأهلك فيبقى المسألة مسألة إيه إنه يتقدم لأهلك نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تصح إمامة الصبيل اللي عنده عشر سنوات للصلاة في البيت لوالدتي وإخواته البنات لو هو صلاته صحيحة يعني صلاته توفرت فيها شروط وصلاته صحيحة الأركان وأظن عشر سنين آه يخلي صلاته صحيحة آه يجوز أن أم أمه والدليل على ذلك حديث غلام بن النجار الذي كان يأم الناس في الصلاة صحيح إن بعض قال إن هذا يكون في النفل لا إحنا عندنا القاعدة من صحة صلاةه لنفسي صحة صلاةه لغيره فهو يجوز أن تقتدوا بيه آه يجوز أن أنت تقتدوا بيه طيب حتى ولو لم يبلغ حتى ولو لم يبلغ أخذا بعمومي هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد غلاما لبان النجار يأم قومه فلما سألهم قالوا إنه أقرأهم آه فيجوز إنه يصلي بأمه إخواته البنات يجوز إنهم يأمهم في الصلاة إذا كانت صلاته توفرت فيها الأركان والشروط فيبقى صلاته صحيحة لنفسي فيجوز أن يأم فيجوز إنه يأم أمه وأخته ويبقى دوت إن شاء الله في ميزان حسناته وحسناتكم السؤال بعد كده أنا مش مواصبة على الصلاة أول أنا حافظة للقرآن ثلاث حاجات دومي على الصلاة ولا تتوقفي أكثري من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة التالتة لازم نعالج المسألة التي جعلت الصلاة تختل في قلبك وهي في الغالب فقد ثقة في حد كان له علاقة بالتدين الناس مهما كانت الناس لا تفسد علاقتك بربنا سبحانه وتعالى لأن الناس بتروحوا تيجي الباقي هو الله والناس دي مهما كانت بتدل على الله سبحانه وتعالى فيبقى الله سبحانه وتعالى وحده لا يحتاج لأحد أن يدل علي فلذلك خليك مع الله سبحانه وتعالى ولا تتأثري بمن حولك لأن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى لو أبدى لك بعض صفات الناس فقد أبدى لك بأن الله وحده الذي يحسن إليك وأنه سبحانه وتعالى قد أحسن إليك على الدوام فالجزاء الإحسان إلا الإحسان واضبي على ده وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يوسع عليك ويبريك لك ويجعلك في خير حال إن شاء الله يا سادة احنا نتكلمنا النهاردة عن يوم عشراء وإزاي أن اليوم دوت يوم فرح وإزاي أن يوم ده يوم يمكن أن يكون نقلة نوعية في حياتنا لما نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم يوم نفحات وإزايك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح علينا بمفتاح محبته ومفتاح قبوله من الله فتح لنا خزائن عرش الرحمن سبحانه وتعالى لما فتح لنا كنز إن الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم يغفر لنا السنة السابقة لكي نبدأ حياتنا ونجدد حياتنا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ونجعل أنفسنا ترى مدد الله وترى نفحات الله التي تخسننا وتوصلنا بوصل دائم ومدد لا ينقطع من الله لتتجدد الحياة اللهم إنا نسألك أن تجدد حياتنا بأن نظل في حضرتك يا مولانا ونتلقى الهبات ونتلقى الرحمات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مددك وفي رضاك على الدوام يا رب العالمين